اشتركوا في القناة الوحدة الرابعة والخمسة والستة طبعا احنا عندنا الوحدة الرابعة كانت كلها هتتكلم عن العصائر ازاي نصنع العصائر الطبيعية هنتكلم يعني ايه كلمة عصير هنعرف ايه هي الخطوات الاساسية في صناعة العصير وحنعرف نقول ايه ازاي ايه هي الخطوات الفنية اللي المفروض ناخد بالنا منها علشان نصنع عصير مفروض اي عيوب ويكون عالي الجودة طبعا الوحدة الخمسة هنتناول فيها المخللات هنتكلم عن طريقة صناعة التخليل وحنتكلم عن عيوب ومميزات التخليل وحنتكلم عن كل حاجة تخص التخليل وازاي انت كطالب تقدر تعمل مشروع صغير وتحسب نسبة التكاليف قد ايه عشان المشروع بتاعك ده ينجح الوحدة اللي ستة هتكون بتتناول كل حاجة خاصة بفساد الغذية ويعني ايه فساد غذائي ويعني ايه تسمم غذائي وايه هي الاسباب اللي بتؤدي الى هزا المنهج الفصل الدراسي التاني شايق جدا واحنا بنبني البنية الاساسية علشان خاطر ان شاء الله لما تيجي تتخصص صناعات غذائية يكون عندك الفكرة وعندك الادوات اللي انت هتبتدي تعرف تكمل فيها بقية المنهج ان شاء الله ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن درس حيوي جدا الدرس ده احنا بننمسه في حياتنا او احنا بنبقى موجودين عندنا ما فيش حد في البيوت ما بيشربش عصير كلنا بنشرب عصير احنا دلوقتي النهاردة هنتكلم عن يعني ايه كلمة عصير وايه الفرق ما بين العصير ولو حطيت عليه اضافات اخرى ممكن يبقى اسمه ايه طبعا احنا ما نقدرش نستغنى عن العصير في بيوتنا سيان كان قيد الطفل الشاب الناس الكبيرة في السن لابد انها تتناول العصير الطبيعي لان احنا عارفين ان العصير الطبيعي بيكون من الفواكه والخضروات وبالتالي القيمة الغذائية بتاعتها عالية جدا خصوصا انها بتحتوي على معظم انواع الفيتامينات والاملاح المعدنية فناخد بالنا كويس جدا ان شرب العصير باستمرار وخصوصا ان احنا ان شاء الله هندخل على فصل الصيف العصير ده طبعا بيروي العطش وبيغزي الجسم بالحاجات المهمة والمفيدة ليه ان شاء الله بداية اول حاجة هقولها يعني ايه كلمة عصير احنا عارفين اي بناء الطلبة ان العصير ده ممكن اصنعه من سمار الخضر او الفكهة يعني ايه خضر او فكهة يعني عندك مثلا الفكهة زي عندك التفاح زي عندك الرمان عندك الخضر زي القزر زي الطماطم زي الفراولة كل دي اسمها سمار فكهة او خضر طيب اما نيجي نقول يعني ايه عصير بنقول هي عبارة عن العصارة الطبيعية العصارة الطبيعية لسمار الفكهة والخضر بس تخلي بالك كويس جدا ان الفكهة والخضر المفروض تكون فيها مواصفات خاصة اول حاجة انها تكون كاملة النطج ماينفعش انا ااخد سمار غير كاملة النطج واقول حعمل منها عصير صفات الجودة عندك مش هتبقى كويسة يبقى احنا قلنا هي العصارة الطبيعية لسمار الفكهة او الخضر الكاملة النطج الكاملة ايه النطج طيب الخالية من الاصابات الفطرية وخالية من التخمرات يعني انت دلوقتي لما بتيجي تستخدم الفكهة لابد انها تكون فكهة سليمة كاملة النطج طيب تاني حاجة كمان ان العصير ده قد يحتوي على اللب او جزء منه اللي هي اللب اللي هي اللحم بتاع الفكهة نفسها او بيحتوي على جزء منه ولابد علشان العصير ده تبقى الجودة بتاعته عالية لابد ان يكون خالي من البذور والقشور والالياف البذور والقشور والالياف ولابد ان العصير ده يكون معامل بطريقة حفز مناسبة طبعا فيه طرق مختلفة كثيرة في حفز العصير طبعا كل واحد هيختار الطريقة اللي تتلاءم مع طبيعة العصير بحيث انه يحتفظ بقمته الغذائية ودون التأثير على صفات الجودة في العصير يبقى انا ما اجا اقولك بقى اعرف العصير تعريفا علميا هنقول ايه هنقول هي العصارة الطبيعية لسمار الفاكهة او الخضر مالها الكاملة النطج السليمة الغير متخمرة يحتوي على اللب او جزء منه ويكون خالي من البذور والقشور والالياف برضو من ضمن الحاجات اللي حاجة اقولك عليها اما اقولك التركيب الكيميائي بتاع العصير ايه احنا عندنا العصير غني بالتركيب الكيميائي غني بالفيتامينات والاملاح المعدنية يبقى اول حاجة هنقول انه هو مصدر من مصادر الفيتامينات والاملاح المعدنية في عندك انواع كتيرة لاحصها لا عندك مثلا الجزر في فيتامين الف عندنا الجوافة فيها فيتامين سي كل نوع من انواع الفاكهة هتلاقيه غني بمعظم الفيتامينات والاملاح المعدنية برضو نلاقي ان من ضمن التركيب بتاع العصير انه هو بيحتوي على السكريات ودي بتدي مصدر للطاقة طيب السكريات عندنا مثلا عصير اللمون فيه نسبة حوالي 2% من السكريات عندك مثلا عصير العنب فيه 16.8% من السكريات طبعا لما بتعمل التحليل كل حاجة او كل صنف من انواع الفواكه هتبص تلاقي لما تيجي تعمل لها التحليل بتاعها هتقولك على كمية السكر اللي فيها قد ايه برضو لابد ان احنا نعرف ان الفواكه والخضروات مصدر غني جدا بالالياف واحنا عارفين ان الالياف دي لما بتيجي تدخل جوه الجسم فايدتها ايه انها بتنظم لك حركة الامعاء وتسهل عملية الاخراج برضو نعرف ان العصير من ضمن حاجات برضو بيفتكر لحاجتين بيفتكر للمواد الدهنية والمواد البروتينية نسبة الدهن والبروتين في الفواكه بتبقى ضعيفة شوية خلاص كده يبقى احنا عارفنا التركيب الكيميائي للعصير من خلال التركيب الكيميائي احنا بنعرف القيمة الغذائية بتاعتها انه مصدر للفيتامينات والاملح المعدنية مصدر للطاقة لانه بيحتوي على السكريات نخلي بالنا من كده ناخد مع بعض ونشوف على الشريحة بتاعتنا تعريف العلمي للعصير عندنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة دي عبارة عن ايه؟ العصير طب تعالا كده نشوف تعريف العصير ايه؟ ايه هو تعريف العصير؟ تعريف العصير يعرف عصير يعرف العصير انه ايه؟ عصير الفكهة والخضر في المواصفة القياسية ده نفس التعريف اللي موجود في المواصفة القياسية بانه العصير التبيعية لصمار الفكهة او الخضر السليمة الناضجة غير متخميرة محتوي على اللب كله او جزء منه وخالي من البذور والكشور والالياف الخشنة والمعامل باحدى طرق الحفظ المناسبة وذلك في حالة عدم استهلاكه مباشرة بعد تحضيره على شرط احتفاظه باكبر قدر ممكن من صفته لما نيجي نقول ايه هو التركيب الكيميائي للعصير وقيمته الغذائية اول حاجة حنقولها ان عصائر الفكهة والخضر معروفة طبعا احنا عارفين بغناها بالفيتامينات والاملاح المعدنية تاني حاجة نجد ان عصائر الفكهة فيها نسبة لا بأس بها من السكريات ودي طبعا بتدي مصدر للطاقة فيها عندنا كمان العصائر الفكهة والخضر هي تعتبر فقيرة في المواد البروتينية والدهنية والعصير به نسبة مرتفعة من المية طبعا اي واحد عطشان او بيروي العطش نجد ان العصير به نسبة مرتفعة من الماء لذلك فهو يروي العطش ده التركيب الكيميائي بتاع العصير لما اجي اقولك ايه هي الخطوات صناعة العصير الفكهة او الخضر طيب اول حاجة طبعا احب اتكلم في الحتة دي شوية لما نيجي نتكلم عن خطوات صناعة العصير اول خطوة لابد ان انت تاخد منها اول حاجة اختيار الصنف يعني اختيار الصنف اختيار الصنف ان انت طبعا انت احنا بنعد الطالب طالب مهاري مهاري يعرف يشتغل في المصانع بتاعة العصائر احنا عندنا في جمهورية مصر العربية عدد كبير من مصانع العصير ان شاء الله بردو هجب فيه فيديو عندي هقول لكم ازاي صناعة العصير دي بتتم دخل المصانع لما بنجي ننتخب الصنف لابد ان احنا نراعي بعض الحاجات اول حاجة الصنف عندنا انا زي ما قلتلكم في اول الحلقة لابد ان يكون كامل النطج طيب كامل النطج نضمن كده ان صفات الجودة او العصير او العصارة الطبيعية اللي حناخدها من هذا اعتقد ممتازة طيب ما فيهاش اي اصابات فطرية حشرية مجرعة ما نجيش نقول ان صنف ده يعني متهالك فنستخدمه في العصير طبعا ده مرفوض تماما في الصناعة لان احنا نابد ان احنا نبتدي باساس سليم علشان المنتج يكون لذات جودة عالية يفي باحتياجات المستهلك تالت حاجة فيه بعض اصناف تصلح لصناعة العصير والبعض الاخر لا نستطيع ان هو نستخدمه في صناعة العصير ازاي عندنا مثلا البرتقان احنا لما بنيجي نعمل عصير البرتقان احنا لابد ان احنا بناخد البرتقان البلدي البرتقان البلدي اللي هو البرتقان الصغير ده البرتقان البلدي ده بتبقى فيه صفات اولا كمية العصير النتج منه بتبقى كبيرة جدا حلوة مركبات اللون والطعم والريحة في البرتقانة نفسها بتبقى عالية جدا نسبة فيتامين جيم بتبصي تلاقيها عالية جدا في البرتقان البلدي لذلك يفضل البرتقال البلدي في صناعة العصائر طب بالنسبة للبرتقان السكري وبرتقان أبو سارة لا دا ما ينفعش في صناعة العصير عندك البرتقان السكري هنجد ان الطعم فيه قليل جدا بعد عملية استخلاص العصير والمعاملات اللي حتم على العصير تبصي تلاقي العصير ملهوش طعم البرتقان أبو سارة نفسي الحكاية تبصي تلاقي العصير جوه الفصوص بتاعته وبنسبة العصير اللي فيه قليلة يبقى إذن أول حاجة في اختيار الصنف بالنسبة للبرتقان أنا بختار الصنف البلدي طب لو إحنا عايزين نعمل عصير زي عصير اللمون طيب عصير اللمون أنا إما أجي أستخدم أنا أستخدم لمون اسمه لمون الأضالية لمون الأضالية ده بيتميز أني أولا كبير في الحجم وبالتالي نسبة العصير فيه بتكون عالية نبصي نلاقي نسبة فيتامين جيم فيه عالية وعشان كده إحنا بننصح معظم الناس أنها تشرب عصير لمون وخلي بالك كويس جدا لما بتيجي تشرب عصير اللمون اشربه بارد وليس ساخن بمعنى أن اللمون لما بيجي يتعرض لمعاملة حرارية هتبصي تلاقي فيتامين سي أو فيتامين جيم أو الإسكوربيك حند الإسكوربيك كل دي مسميات لفايتامين جيم نجد أنها بتتقسر بالحرارة علشان كده اشرب عصير اللمون في عش نفس الحكاية بقولك إحنا بنستخدم الصنف اللي هو صنف الأضالية وصنف الأضالية ده عبارة عن صنف بيبقى نسبة العصير فيه عالية نسبة فيتامين جيم فيه عالية نسبة زيوت الطيارة الليلة زيوت الطيارة مالها اللي هي بتسبب المرارة في العصير ونبعد عن اللمون البنزهير اللمون البنزهير بيبقى لمون صغير لونه أخضر وتبصي تلاقي فيه نسبة زيوت الطيارة عالية وبالتالي تبصي تلاقي نسبة المرارة فيها عالية يبقى إحنا خدنا دلوقتي البرتقان بلدي إما بنيجي ناخد اللمون نقول للمون الأضالية طيب ثالث حاجة بالنسبة للجريفروت دلوقتي لا يفضل أنه هو يستخدم في صناعة العصائر علشان فيه مادة فيها مرارة ولو إن الدراسات الحديثة دلوقتي أنتجت أنواع من جريفروت عصائر جريفروت بيقضي بيعاملوها ببعض المعاملات بحيث نقضي على المركبات المسؤولة عن هذه المرارة لما نيجي دلوقتي نختار الفراولة نختار الفراولة الكاملة النضغ وبيتكون لونها أحمر لونها الأحمر دي هتديك صفات جودة عالية لو أنت عندك طماطم هنختار الطماطم اللي نسبة المواد الصلبة فيها عالية بحيث واللون بتاعها بيبقى لون كويس الصبغة اللي فيها صبغة الليكوبين دي المسؤولة عن اللون الأحمر لما كل ما يكون الطماطم متلونة كده وحلوة هتبصت لقي العصير الناتج فيها حلو برضو عندك المشمش لما تيجي تجيب تعمل عصير مشمش لابد أن المشمش اللي عندك بيكون بتشيل منه النوى وبيكون مكتمل النضغ وبيكون لونه كله أصفر ما يبقاش حتى ما يبقاش ناضج زيادة عن اللزوم لأن لو ناضج زيادة عن اللزوم هتبصت لقي المواد البيكتينية عندك مش هتدوب وبالتالي العصير عندك هيبقى مش حلو برضو بالنسبة لعصير المنجة عصير المنجة اختار السمار اللي فيها نسبة اللوبة عالية ونسبة البزرق الليلة وبالتالي هتبصت لقي عندك العصير ونسبة التصافي هتبقى عالية يبقى أول خطوة في اختيار الصنف هو اللي أنا قلته ده نشوفها مع بعض على الشريحة اللي عندك أول حاجة اللي هو يفضل انتخاب الصنف المناسب نقول يفضل البرتقال البلدي في صنع العصير وعرفنا الأسباب لزيادة نسبة العصير وزيادة نسبة فيتامين جيم ومركبات اللون والطعم الريحة بتبقى عالية في البرتقال البلدي عندنا دي عن لمون لمون الأضالية برضو منفضل لمون الأضالية عن لمون البنزهير شفت لمون البنزهير بيبقى لونه ايه؟ لونه أخضر صغير كده ويبقى فيه إما تيجي تعمل منه عصير بيبقى مر ولكن لمون الأضالية بتكون فيه نسبة العصير وزيادة الطيارة أقل فيه عندك برضو زي ما انت شايف عندك شايف الفراولة لونها جميل إزاي لونها أحمر حلو مكتمل النطج شايف المشمش عندك برضو جميل إزاي؟ شفت عصير المنجة لونه جميل أنا بوريك أن في اختيار الصنف لابد أن انت تكون واخد بالك كويس جدا تاني خطوة بنعملها اسمها خطوة الفرس الفرس يعني أنت بتخلي الحاجة كويسة وبتبعد الحاجة الوحشة عندك أخو كده عندك البرطقانة هو ماشي وهتبص لتلاقي الصورة اللي بعدها شايفين العمال بيعملوا إيه؟ العمال لابسين النبس بتاع البلطو شروط صحية وممارسات تصناعية جيدة مية في المية وبيبقوا لابسين الجوانتيات في أديهم وبيبتدوا دلوقتي يعملوا عملية الفرز لاستبعاد أي سمار لا تصلح لصناعة العصير خلي بالك شايف المنظر أهو برضو بيبقى فيه الإضاءة قوية علشان يبقى عنده أي حاجة يشوف بيها كويس عندنا بعد كده عملية الغسيل قبل ما أتكلم عن عملية الغسيل أحب أتكلم في الحتة دي شوية إحنا دلوقتي ما بنيجي نعمل الغسيل الهدف من عملية الغسيل حاجات كتيرة جدا أول هدف من عملية الغسيل إننا بشيل معظم الأطربة والقاذرات اللي موجودة على سطح السمر دي في الغسيل ده الهدف العام برضو الغسيل إن احنا بنقلل كبر كم ممكن من الأحياء الدقيقة طيب الغسيل برضو من ضمن الوظائف بتاعته إن احنا بنتخلص من أثار المبيدات اللي ممكن تكون مرشوشة على السمار يبقى ده هدف من أهداف الغسيل لما بنيجي نخسل طبعا بنشتغل بالمية العادية قد يضاف لمية الغسيل حامد الهيدروكلوريك طيب حامد الهيدروكلوريك ده أنا بضيفه ليه؟ أنا بضيفه بنسبة نص لواحد ونص في المية أنا باجي أضيف حامد الهيدروكلوريك الهدف منها إن أنا بتخلص من أكبر قدر ممكن من أثار المبيدات إنت في البيت قطال بسناعات غزائية إنت ما بتيجي تخسل أي فكهة أو أي خضار عندك أقول لك حط على مية الغسيل مية خل حط خل للخل دي هتشيل لك أي أثار أحياء دقيقة وأي أثار للمبيدات هتبصت لقيها تشالت وبالتالي بعد كده أخدها وبتدي أشتفها بالمية واشتغل بيها في المصانع عندنا بنستخدم مية فيها معاملة بحامد الهيدروكلوريك المخفف بنسبة من نص الواحد ونص في المية الهدف منها هو عبارة عن التخلص من أثار المبيدات في عندنا طرق كتيرة جدا من الغسيل في عندنا طرق كتيرة جدا من الغسيل أول طريقة من طرق الغسيل هي عملية النقعة إن أنا بمسك طبعا النقعة إيه؟ النقعة لما بيكون عندك سمار فيها طين لازق فيها مش بتتشال فإحنا بنتطر إن إحنا نعمل عملية النقعة إن إحنا بنحط السمار في مية والمية دي لابد إن إحنا بنبتدي نعمل لها عملية تغيير باستمرار حتى لا تكون مصدر من مصادر التلوث المية بتكون جارية وبتكون على طول بمجرد النقعة بنسحب المية اللي مش كويسة أو مش نضيفة ويبتدي يعاد إن يدخل مية تانية مية بتكون إيه؟ مية بتكون نضيفة جدا طيب بعد كده خلي بالك لما بيجي نعمل عملية النقعة نبص نلاقي الطين أو أي حاجة لازق فيها تبتدي التبوش وتتنزل في عندنا أنواع كتيرة من الغسيل وكل نوع من الغسيل يتلائم مع طبيعة السمار اللي عندنا يعني مثلا عندنا فيه غسيل اسمه غسيل بالرزاز أو الرشاشات يعني إيه غسيل بالرزاز والرشاشات؟ بيبقى عبارة عن سير متحرك عندك سير متحرك السير ده مخرم بيمشي عليه السمار وبيبتقى فيه مصورة مية بتترش على السمار وبيبتدي تعمل يتعرض الصمرة للماء وبالتالي أي رملة أو أي حاجة عالقة فيها تبتدي تنزل وتتغسل ودي بنستخدمها لأنواع السمار اللي هي ما بتتحملش عملية الغسيل زي إيه عندنا؟ زي عندنا الفراولة الفراولة طبعا نجد أن الأنسدة بتاعتها ضعيفة هي لو اتغسلت بقوة شوية هتبصت لقيها هتتجرح منك وبالتالي مش هتصلح لعمل العصير علشان كده تستخدم الرصاص خلي بالك الفراولة بتمشي على سير متحرك في جميع اتجاهات عشان نضمن أن السمرة كلها تعرضت للماء وبالتالي في عملية الغسيل فيه نوع تاني من الغسيل وده بنستخدمه في غسيل بعض أنواع الثمار اللي هي بتكون نشفة شوية زي غسيل الجزر الجزر عندنا فيه عندنا قوي فيه عندنا التفاح طيب ايه عبارة ايه ايه النوع ده من أنواع الغسيل أو اسمها الغسيل بآلات البراميل الدوارة البراميل الدوارة وأنا عندي لها يا دوبك كده عرض بسيط لها بتبقى براميل براميل دوار بيتكون من شرايط أو سدبات من الخشب بينها مسافة البراميل ده بيلف وبيتحط جواه الصمرة أو اللي هي عايزة تتغسل ويبقى فيه طيارات ماء شغالة طبعا مع عملية اللف هتبص تلاقي الصمرة هتحتك بالجدار بتاعة البراميل وبالتالي فيه طيار مية المية هتتغسل والمية هتتصرب من الفتحات اللي هي ما بين الخشب ده نجد اني طبعا هذا النوع من أنواع الغسيل فيه عندك طبعا فرش قد تستخدم لغسيل هذه النوع من أنواع الغسيل طيب عايزة أوريكو دلوقتي شكل الألات الغسيل اللي ممكن باستخدمها في عمليات الغسيل عندنا هون عملية الغسيل أول حاجة الصورة اللي عندك دي الصورة دي شكل الفراولة وهي ماشية ويتم معاملتها أو غسيلها لا دي برطقان دي برطقان طيب عندنا اهو نفس الحكاية مكان من مكان الغسيلة هو ماشي السمرة وفيه المية شغالة علشان خاطر يتعمل لها عملية غسيل صحيحة برضو عندنا طرق الغسيل أول طريقة عملية النقعة زي ما أنا قلت لكم تاني نوع من الطريقة الغسيل بآلات الغسيل ذات الرزاص فيه عندك بعد كده الغسيل بآلات الغسيل البرميلية الضوار طيب احنا عندنا دلوقتي كده زي ما انت شايفين كده دي اسمها آلات غسيل برميلية دورة بتحط فيها السمار وتبتدي تلف وتدور مع وجود طيار من المية وبالتالي بيحصل احتكاك عشان السمرة بتتخطط يمين وشمال وبالتالي تبص تلاقي عندك بنعمل عملية الغسيل برضو عندك زي ما انت شايفت في صورة دي برضو مكررة لبعض انواع السمار لما بتيجي نعمل لها عملية عملية غسيل برضو ان احنا لابد ان انا اقول لك ان بيضاف لماء الغسيل في طرق الغسيل حمد الهايدروكلوريك طب ليه بتديف حمد الهايدروكلوريك مخفف بنسبة واحد الواحد ونص او نص الواحد ونص في المية عشان نزيل اثار المبيدات اللي عندنا فيه عندنا بنعمل عملية استخلاص للعصير ايه الاستخلاص للعصير دا؟ فيه عندنا حاجة اسمها العوامل التي تؤثر على طرق استخلاص العصير تدلوقتي علشان تستخلص عصير فيه عوامل كتيرة جدا بتأثر لك على استخلاص العصير اول عامل من العوامل زي ما انا كدبالك السورة التي يوجد عليها العصير يعني فيه بعض انواع العصير زي البرتقان كده تبص تلاقي العصير موجود جوه الفص والفص فيه فصيصات الفصيصات دي هتلاقيها فيها العصير اذا انا لابد ان انا اعرف مكان تواجد العصير فين عشان استخدم نوع العصارة اللي يتلائم مع طبيعة الصمرة عندك رقم اتنين طبيعة توزيع المواد المرغوبة نلازم نبقى عارفين برضو المواد المرغوبة اللي احنا عايزينها داخل العصير زي السبغات المشهورة عندك صبغة الكاروتين اللي موجودة في الجزر عندك صبغة الليكوبين اللي موجودة في الطماطم عندك صبغات كثيرة جدا لا حصر لها الانثوسيانين ودي كلها مواد مرغوبة في وجود في العصير لابد ان احنا نعرف طريقة توزيعها ازاي برضو علشان نعرف نعمل العصير والمواد دي تكون موجودة تالت حاجة السرعة المرغوبة في استخلاص العصير بها وكذلك الامكانيات المادية وتكاليف الاستخلاص دي كلها عوامل موجودة او في صناعة العصير اهم الالات المستخدمة في استخلاص العصير اول حاجة انا حب اتكلف الحتة دي شوية برضو دلوقتي انت بتعمل عصير العصير اللي عندك ده لابد انه هو يكون كل في حاجة اسمع العصارات انا ما باجي استخلص العصير لابد ان انا يكون عندي العصارات العصارات اللي انا بستخدمها لابد ان تكون فيها شروط معينة اول شرط انها تصنع من معدن لا تتفاعل مع مركبات العصير ما جيبش انا عصير حمدي واعمله في عصارة او احطه في عصارة العصارة دي محسك ان يحصل تفاعل وتآكل ما بين العصير وما بين معدن العصارة وبالتالي هتبصي تلاقي طعم العصير يدي طعم معدني مش مرغوب بالاضافة الى اللون بتاع العصير يبقى مش تمام برضو في العصارات اللي انا لابد ان انا اخد بالي منها ان العصارة لابد ان تكون مصنوعة من الستالستيل يفضل الستالستيل يفضل نوع من العصارات من الفضل الالمانية او عندنا العصارات اللي هي الصلب المغطى بطبقة النيك الكروم كل دي عصارات تبصي تلاقيها كويسة وبالتالي هتعيش معك فترة طويلة دون ان تؤثر على جودة العصير الناتج يبقى دي اول حاجة ان المعدن اللي بيصنع منه العصير غير قابل للصدق مستخدمش عصارات حديدية غلط لانها هتتفاعل مع مكونات العصير وتتديك اللون الاسود برضو وتأثر لك على الطعم وتبصي تلاقي طعم العصير اللي عندك طعمه ماله هتلاقي طعمه معدني وده غير مرهو في عندنا عصارات لا حصرة لها لا حصرة لها اسرد بعض منها عندنا زي ودي كلها عندنا في البيت العصارات المخروطية العصارة الصغيرة دي المخروطية اللي انت بتقطع البرتقان وتبتدي تعمل عملية عصر للبرتقان فيها دي اسمها عصارات مخروطية في عندك بتاع العصير بتاع البرتقان انت عندك تبصي تلاقي في عنده عصارة مخروطية بس لها دراع دراع يعمل ايه دراع يحط النص الفص بتاع البرتقان ويبتدي يا عصر يتكى على الدراع ده يضغط عليها وبالتالي بنقول عليها عصارات مخروطية ذات ذراع ضاغط عندك في عصارات تانية في عصارة زي عصارة الاستوانية ودي بستخدمها في عصير الاصب توس تلاقي ان العصارة مكونة من استوانتين او اكتر بيدوروا عكس بعض وطبعا احنا بنتحكم في المسافة ما بين الاستوانتين بدخل عود الاصب وابتدي اعمل استخلاص العصير يبقى دي اسمها العصارات الايه العصارات الاستوانية في عصارات تانية زمان كنا بنستخدمها قبل ما تطلع التقدم العلمي ده اسمها العصارات المروحية توس تلاقي العصارة وحوريك وشكل لها العصارة بتبقى شكلها عامل ازاي العصارة بتبقى عاملة زي المسافة وجوها قرص بيتحرك بيد ودي كنت بنستخدمها في عصر التماطم في عندنا عصارات كتيرة جدا في عصارة الجزر الكهربائية وكلنا معظم الناس عندها العصارة دي العصارة دي بتنزلك عصير الجزر وتبص تلاقي التفل بتاعها بيبقى بيتين دي برضو بتستخدم في عندك عصر التفاح في عندك برضو نوع من انواع العصارات اسمها العصارة الحلزونية الزاتة زراع بتبقى شكلها عامل زي المفرمة بالزبط بيبقى شكلها عامل زي ايه؟ زي المفرمة بالزبط بس الجزء الافوك الليها هتلاقيه مخرم وبالتالي بتساعد انت الزراع والحلزونية بتبتدي تشغلها تبتدي تتعصر الصمرة بتاعتك بينزل العصير من هذه الفتحات وهتشوفوها كمان في الصورة كمان شوية في عندك عصارات مكابس زات اقفاص يعني ايه عصارات مكابس زات اقفاص؟ دي بيبقى افص بيبقى افص الافص ده مفتح مخرم وبيبقى من خارج مخرم طيب بيبقى جوه هذا العصارة زي مكبس مكبس هيدروليكي حلزوني مكبس هيدروليكي حلزوني بحط السمار جوه الافص ده وابتدي اشغل المكبس الهيدروليكي المكبس هيبتدي يضغط على السمار وبتبتدي تنزل العصير من الفتحات اللي موجودة في هذا القفص وده بيفضل استخدامه في السمار اللحمية زي السمار اللحمية عندك العنب طيب فيه عندك تاني نوع من العصارات اسمه عصارات مكابس زات ألواح وكماش ايه الكلام اللي بتقولي ده؟ ايوه ايوه انا سمع طالب بيقولك كلمة دي طيب هقولك يعني ايه عصارات مكابس زات ألواح وكماش ده بتبقى عصارة عبارة عن ألواح معدنية فوق بعضها ألواح من الستلس فوق بعضها الألواح دي ممسوكة كلها بمكبس هيدروليكي المكبس بشغله يضغط تبص من أسفل لأعلى تبص تلاقي العصارات الألواح تتقرب من بعضها تشير الضغط الألواح تبعد عن بعضها طيب دي بستخدمها في حالة برضو العنب وبستخدمها في حالة الزتون ساعاتي طيب ايه القماش ده القماش ده اني انا بحط السمار اللي عندي جوه حاجة زي القماش شنطة من القماش مصنوعة من القطن طيب تعمل ايه دي تبص تلاقي حط هذه الشنط ما بين الألواح وخصوصا لو احنا عندنا زتون خد الزتون حطه وابتدي اعمل عملية الضغط الضغط الهيدروليك تبص تلاقي الألواح تقرب من بعضها وبتضغط لك على الشنط دي وبالتالي بينزل العصير منها نشوف الأشكال بتاعة العصارات قدام اهي اول حاجة عندك زي ما انت شايف كده دي اسمها عصارات زتا استوانتين ودي طبعا زي ما انا قلتلك دي بستخدمها في حالة عصير القصب شايف الراجل اهو ودي شايفها هي موجودة عندك تاني شايف السورة اللي انا حطيتها دي اسمها عصارات زتا زراع ضغط بحط البرتقانة زي ما هو حاطت كده البرتقانة ويبتدي يشغل الزراع عنده في عندك عصارة زتا زراع حلزونية اهي زتا زراع حلزونية عاملة زي المفرمة بالزبط وتبتدي تحط فيها السمار اللي انت عايز تعطها وتبتدي تعمل عملية لفل الايه لهذه الزراع في عندك العصارة المخروطية اليدوية العادية دي اللي عندنا كلنا في البيت بتاعنا اللي هي عصير البرتقان زي ما انت شايف برضو عندنا عصارة الجزر كلنا شايفين اهو عصارة الجزر بتحط الجزر ويبتدي التفل ينزل في حتة والعصير بينزل في حتة ودي بتعتبر من العصارات الممتازة برضو عندك عصارة طماطم رحوية اللي هي كان من استخدمها زي ما انت شايفها تبص تلاقي ليها ترع ومن الداخل هتبص تلاقي فيه كورس رحوي حط فيها الطماطم وابتدي يحرق هذا اليد هتبص تلاقي العصير حينزل جودته عالية جدا بعد ما بنيجي نعمل عملية استخلاص العصير بنعمل عملية التصفية احنا بنصف العصير عشان ايه؟ بنصف العصير علشان نشيل البزور والقشور والالياف طيب احنا ما بنيجي نعمل تصفية في كذا نعمل انواع المصافي اول مصفة عندنا اسمها المصافي الاستوانية الدورة ودي تعتبر استوانية وبالدور تحط فيها السمار اللي عندك تحط فيها العصير اللي عندك وطبعا الاستوانة مخرمة فينزل العصير وبيحجز داخله كل اللي هي الشوائب الكبيرة في الحجم زي ايه الكبيرة في الحجم؟ زي البزور والقشور والالياف عندك المصافي اسمها المصافي الهزازة المصافي الهزازة دي بيبقى شكلها عامل زي المنخل بتاع الدقيق وحتشوف صورة لها كمان شوية فيه عندك المصفة التالتة اسمها مصافي معدنية تشبه المصافي المنزلية يبقى لما اجا اقولك التصفية بتتم ازاي قولي انواع المصافي مصافي استوانية دوارة وفيه عندك المصافي الهزازة وفيه عندك المصافي المعدنية اللي هي تشبه المصافي المنزلية تعالي نشوف كده الصورة لها ايه دي مصافي استوانية جزء منها تبقى المصفة متخرمة بيتحط العصير جواها وتبتدي اتلفه الدور وبالتالي حتنزلك او حتحجز الشوائب وتنزلك العصير الغرض من التصفية دي فصل الكشور والالياف الخشنة فصل ايه شباب الغرض منها فصل الكشور والالياف الخشنة ده في عملية التصفية عندك دلوقتي المصافي الهزازة شايفين اهي اهي عاملة زي المنخل بيتحط فيها العصير وتتهز وهي بتتهز كده بتنزل العصير وتحجز البذور والقشور والالياف في عندك الترشيح طب قبل ما اتكلم عن الترشيح انا دلوقتي خدت كذا حاجة تخلي ملك كويس جدا منها خدت اول حاجة انتخاب الصف خدت تاني حاجة الفرس خدت تالت حاجة استخلاص العصير اللي احنا استخدمنا العصور خدنا العصير بتاعنا عملنا له عملية ايه عملنا له عملية التصفية عملية التصفية واستخدمنا انواع ايه استخدمنا انواع المصافي المختلفة بعد عملية التصفية بنعمل خطوة اسمها خطوة الترشيح الترشيح ان احنا بنشيل بعض الشوائب الاقل لحجما اللي ما ادرتش المصفى او المصافي انها تشيلها الترشيح ده سهل جدا جدا ان احنا بنستخدم ممكن شاش من القماش او ممكن حاجة اسمها الاسبستوس نبص نلاقيها بنحطها ونبتدي نعمل عملية ناخد العصير ده وتعمل عملية الترشيح الغرض منها ان انت بتشيل اكبر قدر ممكن من الشوائب اللي ممكن تؤثر لك على جودة العصير ده غير كده كمان احنا بعد ما بنجي نعمل خطوة الترشيح بنعمل خطوة اسمها الترويق ودي الحتة اللي انا عايزة اتكلم فيها شوية العصير عندك بيحتوي على بعض المواد اللي هي بنسميها زي شوائب اللي هي بتأثر على جودة العصير ازاي؟ ده دلوقتي لما بيكون عندك عصير طفاح او عصير عنب انت بتحب جدا ان انت تشربه يكون عصير جميل شفاف بيبقى لونه جميل يعني ما فيوش اي رواسب طيب الرواسب دي احنا لابد ان احنا نشيلها لخطوة التصفية ولخطوة الترشيح ممكن انها تشيل هذه المواد ايه المواد دي؟ المواد دي عبارة عن مواد بيكتينية فيه عندك مواد بروتينية غروية فيه عندك مواد تعدى شموخ فيه عندك سموخ كل دي اسمها مكونات او مركبات غروية من شأنها انها بتأثر على جودة العصير علشان كده لابد ابناء الطلبة ان احنا نتخلص من هذه المواد بعملية الترويق دي بنحولها طبعا بتبقى غير ضايبة وبنشيلها بس خلي بالك خلي بالك مش كل انواع العصير تصلح معاها خطوة الترويق يعني انا مثلا مقدرش اعمل عملية الترويق لعصير الطماطم او اعمل ترويق لعصير المنجا او اعمل ترويق لعصير الجوافة طيب ليه كلام ليش معنى انت ذكرت دول لان مركبات اللون والطعم والريحة الخاصة بهذه المركبات بتكون في صورة غير ضايبة ام انت لما تيجي تعمل ترويق هتفصل هذه المركبات وهذه المكونات وبالتالي جودة العصير اللي عندك هتكون جودة رضيئة تبصي تلاقي عندك تيجي تشرب عصير المنجا تلاقيه ملوش لا طعم ولا لون ولا ريحة تبصي تلاقيه جودته ضعيفة جدا نفس الحكاية في الطماطم نفس الحكاية في الجوافة علشان كده يا شباب بقول لكم انتوا اعملوا خطوة الترويق او خطوة الترويق دي بتتم فين بتتم على معظم العصائر ما عدا ما عدا عندك عصير المنجا وعندك عصير الجوافة وعندك عصير الطماطم لما يجي يقول لك علل نقول لان المركبات المسؤولة عن اللون والطعم والرائحة وجودة العصير في هذه السمار موجودة فين موجودة في صورة غير ضايبة وبالتالي انا لما اعمل عملية الترويق وشيل هذه المركبات بيفقد العصير الجودة بتاعته يبقى اذا الترويق هو عبارة عن ازالة لبعض المركبات او المكونات اللي ممكن تغير او تقلل من جودة العصير وده بنعمله في حالة عصير التفاح وفي حالة عصير العنب دي كل دي الكلام ده بعمله في هذه العصائر انا بعمل الترويق ازاي؟ فيه طرق كتيرة جدا لاجراء عملية الترويق ازاي؟ اول طريقة بسترتمها عشان اعمل عملية الترويق هي عبارة عن استخدام الجاذبية الارضية يعني استخدام الجاذبية الارضية اني انا باخد العصير وحطه فيه تنكات مبردة مبردة يعني مش مجمدة لا مبردة ممكن نخلي العصير ده يقعد فترة طويلة جدا ليه بيحصل ايه؟ هذه المركبات اللي هي بتترسب في سورة رواصب يعني المواد البكتينية الصمور المواد الغروية كلها بترسب في القاعة وبالتالي سهل بعد كده ان انا اعمل لها عملية فصل بستخدم هذه الطريقة في عصير العنب لان عصير العنب انا عاوزة تخلص من ملح مشهور فيه جدا اسمه املاح الترطرات ودي بتبقى موجودة في عصير العنب فبستخدم عملية الترويق بهذه الطريقة بالجاذبية الارضية الجاذبية الارضية هتخلي كل المواد المواد الغروية والمواد البكتينية والصمور هترسب في قاعة تاني ممكن العصير يبوز؟ لا احنا هنحط بعض المواد الحفظة في العصير زي مثلا ساني اكسيديكابريت ميتا كابريتات سوديوم المواد دي من شأنها هتمنع نمو الفطريات والخمائر وبالتالي هنحافظ على العصير خلي بالك برضو ان العصير لما بنيجي نعمله عملية ترسيب في الجاذبية الارضية بنعمله زي عملية تعتيق شوية وبالتالي بيحافظ لي على صفات الجودة في هذا العصير دي اول طريقة الترويق بالجاذبية الارضية في طريقة تانية من طرق الترويق اللي هي الترويق باستخدام الحرارة المرتفعة انا بعرض العصير لمعاملة حرارية بسطرة بس ما بتوصلش لدرجة الغليان بعمله على درجة 180 درجة في هرنهايتي طيب دي بتعمل ايه؟ المادة دي او الحرارة دي هتبص تلاقيها هتعمل لك تجميع لهذه المواد وبالتالي سهل ان انا اعمل لها عملية فصل يبقى ما اقولك ايه هي طرق الترويق هتقولي اول طريقة من طرق الترويق بالجاذبية الارضية تاني طريقة من طرق الترويق عن طريق الحرارة ولكن لا تصل لحد الغليان فيه تالت حاجة طريقة من طرق الترويق عن طريق عملية التجميد عملية التجميد ايوة ان انا بجمد العصير بمجرد ما احنا نعمل عملية التجميد هذه المواد تبتدي تتجمع مع بعضيها وبالتالي يسهل ان احنا نفصلها بأي طريقة من طرق الفصل احنا خدنا لحد الوقتي كم طريقة؟ خدنا لحد دلوقتي تلات طرق طيب ايه هي ابناء الطلبة؟ انا سمعاكم وبتقولولي دلوقتي اول طريقة بالجاذبية الارضية تاني طريقة بالحرارة المرتفعة دون الوصول لدرجة الغليان في الطريقة الثالثة اللي هي طريقة التجميد في طريقة بقى او طريقتين بيستخدموا برضو بطريقة ودي تعطبئ من الطرق المفضلة طبعا اللي هي عبارة عنها هي البصدرة المفضلة في حاجة اسمها اضافة المواد او استخدام المواد المجمعة الغروية ايه استخدام المواد المجمعة الغروية؟ دي مواد انا بضفها دي مواد انا بضفها المواد دي من شأنها انها عاملة زي المغناطيس هتلملك كل الشوائب اللي موجودة او المواد الغروية اللي موجودة في هذا العصير طب زي ايه؟ عندنا حاجات كتيرة جد نحفظها ونعرفها اول حاجة بنعمل مخلوط من مادتين مادة اسمها التانين ومادة اسمها الجيلاتين المخلوط ده باخد حوالي 35 جرام من مادة التانين وباخد 50 جرام من مادة الجيلاتين بعمل منها بعملهم مكسي كده مخلوط بحطها على 100 جالون عصير نعرفين ان الجالون عبارة عن 4 لتر خلاص كده شباب يبقى اول مادة من المواد المجمعة الغروية هي عبارة عن تانين زائد جيلاتين طيب في مواد تاني في انواع مصنعة من الطحالب البحرية زي ايه؟ في عندنا حاجة اسمها الفيلتر سيل في عندك حاجة اسمها البنتونايت دي كلها وفي ودي في حاجة اسمها دياتومز دي تلات حاجات ممكن دي اسمها مواد مجمعة غروية بتتحطي بنسبة واحد لاثنين في المية المواد دي بتعمل ايه شباب بتعمل ابناء الطلبة تجميع لمعظم المواد الغروية اللي موجودة في العصير اللي انا عايزة اتخلص منها ممكن بعد كده بعملية الترشيح افصل هذه المواد طيب في حاجة كمان ممكن ان انا استخدم حاجة تانية حاجة اسمها المستخلصات الانزيمية بنستخدم حاجة اسمها المستخلصات الانزيمية دي بتعمل ايه؟ دي بتجمع لكل الرواسب اللي موجودة اللي انت عايزت تتخلص منها طيب المستخلصات الانزيمية دي زي ايه؟ زي مادة مشهورة جدا اسمها البكتينور طيب بحطها بنسبة كام؟ واحد جرام لكل خمسة وسبعين لت عصير المادة ده او المستخلص ده هيقطلك او هيخليلك يملم كل المواد المسؤولة عن هذا اللون العكر في العصير وديتخلص لك منه خلي بالك ان المواد المجمعة الغروية ممكن تتحط تتعمل منها مخلوط كده وتتعجد وتتحط في شاش وتنزل ونحط عليها العصير حاطوا لقطلك كل المواد دي وممكن تتحط زي ما هي كده وبنكر عملية الترشيح بعد ذلك للتخلص من هذه المواد يبقى احنا عارفين دلوقتي خطوات صناعة العصير انا بحب ازيد وعيد فيها بقول مع بعض كلنا ابناء الطلبة اول حاجة كانت ايه شطرين انتخاب الصنف تاني حاجة عملية الفرز تالت حاجة عملية ايه عملية الفرز بعد كده عملية ايه ايوة عملية الغسيل بعد عملية الغسيل استخلاص العصير بعد استخلاص العصير تصفية بعد التصفية الترشيح بعد الترشيح التروي هنشوفها مع بعض ونكمل الترشيح عندنا زي ما احنا عارفين اللي هو امرار العصير خلال قماش دقيق من النسيج او طبقة من القطن او بنستخدم مرشحات زي تألواح من الاسبستوس او الاسبستوس مع القطن علشان طبعا نشيل الحاجات الصغيرة اللي عدت مننا في عملية التصفية في عندك دلوقتي خطوة الترويق خطوة الترويق عبارة عن ايه اللي هي ازالة اجزاء اضق حج من مثل السموخ والمواد البكتينية والمواد البروتينية وكلها غرويات في العصير ملحوظة ودي بحط عليها بقولها بصوت عالي ملحوظة بعض العصائر يستحب ان يكون رائق شفاف مثل العنب والتفاح وبعض العصائر لا يستحب الترويق لان المواد الغروية بها تكون مسؤولة عن الطعم والريحة واللون طيب طرق الترويق خدنا اول طريقة الترويق بالاعتماد على الجاذبية الارضية وسنشرح طرق لكم ازاي ودي بتصلح مع العنب عشان نفصل املاح الترترات في عندك الترويق بالحرارة المرتفعة دون الغليان بنستخدم حوالي 180 درجة في الترويق بحرارة ملخفضة زي قلنا بالتجميد وقلتلك دي من شأنها انها تجمع لهذه المواد وبالتالي يكون سهل التخلص منها الترويق بالمواد المجمعة الغروية زي ايه عندنا زي الجيلاتين والتانين او مخلوطهما وانا قلتلك ان التانين بستخدمه 35 جرام والجيلاتين بستخدمه 50 جرام في عندك بعد كده الدياتومس والطفل الاسباني وطفل البنتونايت والفلترسل كل المواد اللي انا كدبها لكم دي اسمها الترويق بالمواد المجمعة الغروية ودي بتتحط زي ما هي كده او بتتحط في شاش ويتم وضعها داخل العصير زي ما انا كدبالك كده بنستخدم 35 تانين زي 50 جرام جيلاتين لكل 100 جالون من العصير في عندك الترويق بالانزيمات الترويق بالانزيمات زي ايه زي مادة البيكتينول مادة البيكتينول بنستخدمها ب1 جرام لكل 75 جرام من العصير طيب بيبقى على درجة كام على درجة 66 درجة فهرنهايتي خلال 20 ساعة المستخلص ده من شأنه ان هو هيشلك كل المواد المسؤولة على طيب في عندك حاجة تانية بنعملها مهمة جدا ايه الحاجة دي؟ بنعمل حاجة اسمها خلخلط الهوى ايه خلخلط الهوى دي؟ خلخلط الهوى اني انا بشيل الهوى اللي جوه العصير هو فيه هوا جوه العصير؟ ايوه فيه هوا جوه العصير الهوى ده نتيجة لما انت بتعمل عملية العصر بتعمل تهدك للخلية او تهدك للجدر الخلية اللي موجودة في الفاكهة وبالتالي فيه نسبة هوا موجودة جوه العصير طيب الهوى ده بيعمل حاجة؟ اه طبعا الهوى لما بيكون موجود هيأثر لك على هيعملك أكسدة لمركبات اللون والطعم والريحة يعني هيغير لك منظر العصير وطعم العصير ولون العصير تاني حاجة كمان ان الهوى ده ممكن يعمل انتفاخ للعلب ويعمل تآكل معدن العبوة يبقى انت لابد ان انت تعمل خلخلة للهوى ان انت تشيل الهوى من داخل العبوة طب بتشيلها بايه؟ بنستخدم حكتين اما ان احنا نستخدم غاز خامل زي غاز النيتروجين غاز النيتروجين الخامل ان انا بحطه جوه العبوة بيطرد لك الاكسوجين وتاني حاجة بعمل معاملات انزيمية دي بتعمل بتاكسد لك حاجة اسمها الجلوكوز اللي موجود في العصير وما بتيجي تعمل كده بتستهلك اكسوجين وبالتالي بنتخلص من الهوى برضو انا برضو احب اقول في حتة خلخلة الهوى دي ان خلخلة الهوى انت ممكن كمان بنعمل خلخلة الهوى للموالح لما بنيجي نشيل الزيوت اللي موجودة جوه الموالح برطقان او يستفن دي لما بتيجي تشيل الزيوت دي وتعمل استخلاص للزيت برضو دي من شأنها انها تشيل لك جزء من الهوى خلي بيالك وجود الهوى جوه العصير مش كويس حيبوز لك الدنيا انت هتحط هوى جوه العصير موجود هوى اكسوجين هتبصي تلاقي اول حاجة لونه طعمه وريحة اكسدة لونه مش حلو طبعا دي مش كويس والهوى هيعملك انتفاخ للعلبة تبصي تلاقي انتفاخ للعلبة وبالتالي يعملك مشكلة جدا في العبوات وفي التعليب والكلام ده برضو بيأكسجلك فيتامين جيم افرد انت عندك بعض العصائر فيها فيتامين جيم هتحصل عملية الاكسدة وبالتالي هيفقد هذا العصير الخواص بتاعته ويبقى مش كويس عشان كده ان انا لابد لما اجي اعب العصير بعد ما بعمل عملية الاستخلاص ان انا بعمل اشيل الهوى اسحابه طب اسحابه بايه انا باسحابه بحاجة اللي هي استخدام غاز خامل غاز خامل بيحل محل الاكسوجين وانت بتعبي كده بتعمل تحط الغاز خامل طبعا كل دي بتتحط بالاجهزة والمعدات اللي عندنا في المصنع النيتروجين بيدخل بيعملك ايه بيترد لك الهوى وبالتالي بيهوى النيتروجين بيبقى موجود وبالتالي احنا كده بنحافظ على جودة العصير ده في حاجة كمان ان احنا بعض المستخلصات الانزيمية انا بستخدمها بيعمل ايه بيه عندك في العصير جولوكوز بيعمل اكسادال الجولوكوز وبالتالي بيستهلك اكسوجين وبالتالي نسبة الاكسوجين بتقل جوه ايه جوه العصير برضو من ضمن الحاجات زي ما انا قلتلك ان احنا بنعمل بالنسبة للزيوت الطيارة اللي احنا بنبتدي نشيلها من بعض انواع الموالح علشان خاطر احنا بنشيل معها كمية بنشيل معها كمية العصير طبعا انا قلت الكلام ده كله علشان خاطر ان احنا ناخد بالنا كويس جدا ان دي خطوات اساسية في صناعة العصير ان شاء الله انا في الحلقات القادمة ان احنا هنبتدي ناخد الخطوات اللي باقي بعد عملية خلخلت الهوى ازاي بعد كده ان احنا بنعمل عملية حفظ للعصير ونعرف ايه هي صفات الجودة في العصير ونعرف ايه عيوب العصير اتمنى من ابناء الطلبة والطالبات ان شاء الله يكونوا استفادوا من هذه الحلقة على امل اللقاء بكم ان شاء الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته